سوبر. طبعا. السؤال الأول. نادي الأهلي عنده وفرة في وسط الملعب. ليه راح ليه كندوسي تحديداً وضمه ليه تشكيلة الفريق؟ هرجعك شوية الوراء ونبتري سؤال الانتقالات الصيفية. مين كان على رأس أولويات النادي الأهلي في وسط الملعب؟ محمد رضا بوبولاء بمركز تمالية بمواصفات هجومية. صح. تكعنا على رأس أولويات النادي الأهلي. انتهت المفاوضات بعدما طلب نادي فيوتشير وقابل ما ليه 50 مليون جنيه بعد تعصر الصفقة. في النهاية النادي الأهلي فضل على أولويات نفس الوزيشن. ما ملهوش. لأن عنده لعب 8 بمواصفات دفاعية نوعا ما مرة ونعطية. اللي بيجيه في مركز 6 أو مركز 8. صح. فبقى عنده اللعيب مركز 8 للمواصفات هجومية. رقم 2. اللي راح له مرسل كولور خلال التلاتة أربعة مباريات اللي فاتت. حول الطريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة بوجود سنائي مركز 8. وطور كتير من حمد فتحي. يعني عمل إيه؟ خد لعيب مركز 8 أو 6 بمواصفات دفاعية زي حمد فتحي ويشتغل معه كتير قوي. عشان يوصلوا أنه يتواجدوا يعملوا الأضارة الهجومية. لعيب لما يكون عندك لعيب زي القندوسي في سوق الانتقالات. وعندك مكان متاح. وده هيرودينا لسؤال تاني بعد شوية. وعندك لعيب مركز 8 بقدرات هجومية. زي القندوسي. متعدد المهام في وسط الملعب. ما ينفعش تسيبه. لعيب زي القندوسي في سوق الانتقالات ما ينفعش طبعا أنك تسيبه. مليون في المية. ففي النهاية أنت لم تكن تتكلم من نادي الهي اللي يلعب إزاي؟ بلعب 4-3-3. الـ 4-3-3 دلوقتي بتعمل إيه؟ انت شبه لغيت مركز 10. انت عايز اللعيبة بتاعت مركز 8 هي اللي تعمل لك كل ده. فانت عوضت ده باللعب المباشر. أن العيب مركز 8 اللي موجود دلوقتي حمد فتحي. هو اللي بيتواجد في المناطق الهجومية كسترايكر تاني وراء المهاجم ده. أي أن كان مين المهاجم؟ محمول كهربا، تاو، شريف، أي أن كان مين المهاجم. فأنت طورت كتير من حمد فتحي. ظهر بك في سوق الانتقالات لعيب جاهز. هو بيلعب ده. مش هيجي يتعلمه. هو عنده القدرات دي. فهل النادي الأهلي محتاج كندوسي بالـ 4-3-3؟ لو بنيجي نعمل الفورميشن بتاع عيه قائمة. إيه اللي بيحصل يا كريم؟ بتجيب اتنين لعيبة على الأقل في كل مهاجم. طب دلوقتي الهجومية بيعاب أربعة، ثلاثة، ثلاثة. طب مين اللعيبة اللي بتلعب باستمرار مع مارسل كولر؟ تلات لعيبة دخل مع عليهم مروان. حمد فتحي، أليو ديانج، عمر السلية، مروان أربعة. ده جيتعلم الكندوسي. وقفشة هلعب معهم في نفس الهجوم ده. وبيدور فيها في فاسة الملعب يبقى التالية كمان واحد اللي بيلعب برجله الشمال. هو شايف إن في نقص إنه جرب أكتر من اللعب وهو بيحب اللعيب. اللي يلعب على ناحية الشمال يبقى أشوال. صح. اللعيب سواء بلعيب بقى مركز تمانية لأنه هو يطلع يعمل حاجات كتيرة أنا شرحها تفصيلياً هنا. لعيب مركز تمانية اللي احنا نقلناه قدام ده بيطلع يشتغل في المنطقة دي كلها اللي هو حمد فتح. فهو عايزه أشوال زي ما جاب كريستو أشوال زي ما عنده تاو أشوال فهو عايز اللي يلعب في البوزيشن بتاعه طالما ناحية الشمال يبقى عنده. لكن هنتكلم برضو نقطة على قصة أشوال وأيمن مع القندوسي دي لما نجيلها يعني. طيب خلينا أول حاجة لعيب القندوسي لأنه الأرقام الأرقام مش أحناً بتكون دقيقة يعني الأرقام يقولك مثلاً زي ما شرحت في الإنترو قندوسي جاب من مركز الجناح وقف بس هنا وهنا بتريد نشرح الأدوار. القندوسي جاب أهداف من الجناح هو بلعبش جناح. هو جاب من المنطقة دي أهداف لكن هو بلعبش جناح أبداً. لما لعب فيها كلعب سيت بلاي من بداية المباركة جناح لعب ثلاث مباريات فقط لم يسجل ولا يصنع. ففي فارق بأنه سجل من المنطقة دي كما ذكرت وأنه هو بيلعب في المنطقة دي. فالقندوسي بيلعب في خمس مراكز. من خمس مراكز جاب فيهن قندوسي بيلعب في مركز ١، بيلعب في مركز ٠, بيلعب في صنع علعب ويلعب في الجناح مراكز غير مراكز ينشرح الأهلاف يستفيد من الاستفادة القصوى pendacağım من Temple 6 يلعب مركز تمانية وبعدين مركز عشر مركز تمانية وبعدين بيلعب في عمق الملعب طيب خلينا نقول ليه قلنا مركز تمانية وليه قلنا انه لعيب سوبر لعيب وسط الملعب البوكس تو بوكس المثالي بيعرف يستخلص بيعرف يطلع تحت الضغط بيعرف يسنع لعب بيعرف يسجل طيب نشرح كل واحدة من دول بالحالات للعيب اللي عنده ميزة كبيرة جدا جدا أقنع الكولر كولر الكريم جينا هنا أنا وكرر بنتكلم على الصفقات قلتلك الرجل ده دقيق جدا في اختيار الصفقات لما عرضوا عليه بعض اللاعبين قال لك أنا عايز خمستاشر مباراة للعب أي خمستاشر مباراة للعب متتالية ففرج على أحمد القندوسي في باية المركاتو خمستاشر مباراة متتالية طب لما جاي يشوف أرقامه لأنه عنده استمرارية الرجل عنده أفردي سبع أهداف صناعة في الموسم سبع أهداف تسجيل في الموسم ست أهداف صناعة في الموسم ولعب مركز تمانية الأرقام الإجمالية بتاعت أحمد قندوسي يا كريم دي أرقام مهاجم في مهاجمين عرضوا على الأهلي والزمالك اللي انتقلت الحالية أرقامهم أقل من أحمد القندوسي الرجل مسام في 41 جول في 107 مباراة يعني بنتكلم على 4 من 10 هدف في كل مباراة كمساهمة صناعة أو تهديف في 107 مباراة 41 جول طب تعالنا نقول إحنا قلنا لعب بوكس بوكس المسالي بيعمل إيه أو لعب 107 مباراة 22 تسجيل صنع 19 هدف ودول الرقامين اللي هموني انزلات 12 والطارد واحد فنرجع للرقامين دولا كريم في 107 مباراة 41 جول مساهمة معدل هدف كل المباراة تقريب تقريب تسجيل يا صناعة فنتكلم على رقم تهديف كبير جدا تاني دي أرقام مهاجم مش أرقام لعب مركز تمانية طيب نروح بقى إحنا قلنا لعب بوكس بوكس أول حاجة بيعملها إيه بيستخلص كويس قوي وبيعرف بيطلع بالكورة أيا كان الضغط أحمد القندوس يا كريم السجم التلاجئة دي بعنوان أنا صاحب الكورة بيلعب بالكورة الواحدة وحاجة شخص منه الكورة تحت أي ضغط يلا يلا بينا نروح لأول فيديو استخلاص الكورة والخروج تحت الضغط يلا هنمشي للحالات بصة كريم قبل ما تبتلت تفرج وانت بتتفرج كده عنوانه محدش بياخد منه الكورة محدش بياخد منه تحت أي ضغط بصة تلاقي ضغط اتنين تلاتة اربعة ما عندوش مشكلة ما عندوش مشكلة يطلع ويستلم وبعد ما يطلع من تحت الضغط تمرير سليمة كل حالة تلاقي بنفس الشكل بصة كريم تاني ما عندوش أدنى مشكلة يقدر يعدي واحد على واحد يقدر يعمل باص بيني يقدر يطلع من تحت الضغط يقدر يستخلص وبعد ما يستخلص يعمل باص دقيق بص هنا ما عندوش أي مشكلة أبدا مسافات دايقة للفرقة اللي هيلعبها هيبقى محتاج انه هو بيلعب تحت الضغط يعرف يعمل ده الراجل قدراته البدنية كفيزيك كقوة بدنية راجل 178 سنتي قوي جدا بدنية لكريمات ليه بيتزقق ومعندوش مشاكل خالص الراجل بيطلع مهما تزقق ومهما اشتغل يقف عالكورة قادر انه يعمل ده باس دقيق جدا رجل والشمال بتتكلم بوس تاني تاني نفس ما عندوش مشكلة بوسها كريم بوسها كريم تحت الضغط عندو الرؤية انه يحط القرى مهما كان عدد اللاعبين واحد اتنين ما عندوش مشكلة يعمل الباس ويتحرك تاني تاني يتزق ما عندوش مشكلة بيكمل هو تاني راس مال لعيب مركز تمانية ده كله كريم هتضغط عليها شايفك مش شايفك تحطي تحت واحد اتنين بوسها كريم اده واحد اتنين ما عندوش مشكلة تاني ما عندوش مشكلة أما تلاعب مركز 8 عنده القدرات المهارية دي كريم تعرف أن ده طبيعي يكون أرقامه كده ولعيب عنده القوة البدنية اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية كمي كمي بص تحت الضغط استخلاص قوي جدا قوي جدا في وسط الملعب وده اللي بمايز أحمد الكندوسي عن أي لعيب عرضت عن هذه الأهل في وسط الملعب هتلاعب مركز 8 هيقولك أنا شغال معك وهقدر أوديك هتلاعب مركز 6 هيشتغل معك وبرضو لعيب مركز 6 المتطور اللي شرحنا كتير في الدور اللي بقدمه أليو ديانج أو بلاتي توري في بيرامتس بص يا كريم تاني تاني تحت الضغط ما عندهش مشكلة مش هتاخد منه الكورة ما عندهش دي خالص لاعب عنده الرؤية قادر يشتغل تحت الضغط وهقولك العيب الوحيد اللي موجود فيه في نهاية الحلقة يلا كمل كمل الحلقة اللي بعدين الحلقة اللي بعدين كمل كمل بص يا كريم بص ضغط 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 بص ليه كمل ضغط استخلاص تاني كمل الحلقة اللي بعدين وقل لي انت ملاحظ كريم عشان اقولك العيب الوحيد اللي فيه ملاحظ ايه في كل التمريرات كل التصيبات اللي هتيجي بعد كده قل لي ملاحظ ايه يلا كمل هو بيجري كتير هقولك لا مش هاخد قرار دلوقتي لما ركز على رجليه تايا ركز على رجليه وانت هتقوله وانت هتقول له وحدك ركز على رجليه كمل يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده كمل تاني كمل تاني ضغط ضغط فين بص رجل ده ليه مركز تماناكر بص جود جهوه 18 بتاعته هجيبلك القطاب بعد شوية ومجود جهوه 18 المنافس كمل كمل ما عندوش ادنى مشكلة ادنى مشكلة انه يستخلص ويعمل بص تحت الضغط لعيب سالس لعيب سالس رجعنا تاني لنسخة لنسخة مهارية لفرجاني ساسي نسخة متطورة جدا هنا ما بقارنش كمل 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 بصها كريم تاني كمل خلاص انا كده بقى انا بصراحة يعني اه وانت بتقول لي بوقفة يلا احيز عيوبه انا ادور على ادور على لعيب يمين مش لاقي اما تجايب فيديوهات حلوة اوي ادور على لعيب يمين مش لاقي عيب شمال مش لاقي انا عايز اقول لك ده فيديو ده فيديو سكاترد اه انا قاصد انه يكون سكاترد على مدار ثلاث مواسم ده فيديو متوزع ثلاث مواسم عشان اجيبلك الاستمرار ايه مش موسم فترة حالية بيقديها بشكل جاي كمل كمل بصها كريم ما عندوش مشكلة حاول تاخد الكرة منه تحت الضغط مش هتعرف مش هتعرف خلي بالك اللعيب المهارة يمكنش قوي بدنيا ممكن تاخد منه الكرة لكن ده صعب جدا كمل بصها موجود فين الضغط العالي وقف فين وقف فين تكلمنا يا كريم انه واحدة من الطرق اللي بتلوها مارسي الكولر الضغط العالي الراجل ده لما بتطلب برو يلعب مركز 8 وتقدم اوصان على الهب هو بيعملك الشغل ده يعني جاملك حالة او اتنين للضغط العالي من فوقه كمل كمل وبعدين رح لصناعة اللهب يعني كمل لكمل الحالة دي وانقل بعد كده على طول على صناعة اللهب بص بعدينها ضغط الميزة الكبرى اللي عندو تحت الضغط وخرج استخلص وخرج عد واحد على واحد وخرج راسه مرفوعة دايما عارف يحط الباص فين والباص يكون دقيق ولا مش دقيق بص بقى كريم احنا كده رحنا لصناعة اللعب الراجل اول ما بيرفق عينه يا كريم ما عندوش مشكلة انه يعمل الاساسة بمنتهى منتهى البساطة بمنتهى البساطة بص بص الراجل هنا عمل ضغط عليه العيد مدايق مش عارف سهل جد سهل جد يلا كمل كمل بص بص الصناعة بص الصناعة ده العيب مركز 8 تاني يا جماعة الراجل اللي بيصنا على الاهداف ده ده العيب مركز 8 ده المركز الاساسي بتاع الراجل العيب مركز 8 متطور جدا جدا كمل اللي بعده اللي بعده اول ما بيرفع عينه مش محتاج ياخد وقت كمل تاني يلا اللي بعدها هي دي نفس اللقطة يلا الحل اللي بعدها الحل اللي بعدها يلا بص خلاص رفع دماغه انفراد ما عندوش اي ازمة خالص طيب عايزك تروح لي كمان كمل كمل فيديو بتاع صناعة اللعب احنا بنتكلم كمل فيديو بتاعه استخلاص ضغط اساسي على طول ما بياخدش وقت طويل عشان يعمل اسكانة كريم يعني بياخد قراره على طول ما بياخدش وقت طويل عشان يعمل اسكانة وشايف الملعب من قبل ما يضغط ويقطع ويبتر يعمل الباس بعد كده وبعدين نحط القرار مصوب جيد جدا خلي بالك وقفنا احيانا يا كريم الناس بتتكلم ان فيه لعيب فيه لعيب قدمه جيدة مصوب جيد القندوسي مصوب دقيق مصوب دقيق يعني ما بيشوتش وخلاص ما بيشوتش وخلاص مش بيحط وش رجله ما بيحط شوتش ووش رجله زي ما تروح خالص رجل والشمال حساسة جدا ودقيق جدا كواليتي رجل يسرى للاعب اعصر نادرا ما تتواجد في العيب مركز تمانية او العيب مركز تمانية دخل الدور المصر